موسيقى قبل موادرتها إلى سلطنة عمان الرئيس العليمي يطلع على استعدادات بعثة منطخب الناشين المقيمة في حضر موجة وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الأولى واللجنة الأمنية بوادي والصحراء حضر موجة الكثير يترأس اجتماعا للجنة جائزة اللواء الزبيد للبحث العلمية محافظة حضر موجة يؤكد الاهتمام بمناضل الثورة والشهداء ورعاية سريهم وذويهم ويلتقي المدير العام الجديد لمديرية حريبة اقرار موعد ندوة كهرباء حضر موت المعويقات والحلول والآفاق المستقبلية مشاهدين الكرام مرحبا وسهلا بكم في نسرة اخبارية مفصلة من قناة عادة ومن عنوينها إلى التفاصيل وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لانجاح مشاركة بعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم في بطولة غرب آسيا التي تنطلق منافستها الأسبوع المقبل بسلطنة عمان الشقيقة تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي اتصال أجراه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بمحافظي حضر موت مبخوت بن ماضي حيث تستضيف عاصمة المحافظة مدينة المكلة معسكر منتخب الناشئين استعدادا لبطولة غرب آسيا المرتقبة خلال الفترة من 11 وحتى 21 من ديسمبر الجاري الرئيس العليمي تحدث إلى بعتة المنتخب الوطني للناشئين بكلمة أعرب فيها عن ثقته بالروح التنافسية العالية التي يتحلى بها ناشئ واليمن لكرة القدم في مختلف المنافسات وقدرتهم على جلب الفرح إلى قلوب اليمنيين في الداخل والخارج مشيدا بالدعم الذي قدمته قيادة السلطة المحلية بحضر موت في استضافة منتخب الناشئين وتقديم التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح معسكر المنتخب طبعا كان الاستقبال باسم حضر موت كل حضر موت أما اليوم فنحن نودعكم باسم اليمن كل اليمن 28 مليون في الداخل والخارج شتتت في جمالهم هذه الخلافات وهذه الحرب وقلوبهم شتت تجتمعوا قلوبهم على هذا المنتخب وعلى غير من يمثل هذا الوقت العالي محافظ حضر موت استقبل بالمكلة بعتة المنتخب وذلك لتوديعه قبل مغادرته إلى سلطنة عمان شكر اهتمام ورعاية الرئيس العليمي بالمنتخب والقطاع الرياضي وتوجيهاته بإلاء الرعاية اللازمة وإنجاح معسكره بالمكلة داعينا اللاعبين والجهازين الإداري والفني إلى استشعار المسئولية وتقديم مستوى مشرف للوطن يرفع اسم اليمن في هذا المحفل القاري الكبير وكذلك شعب حضر موت وجمهور وجمهور حضر موت العزيزين على قلوبنا ما تصروا معنا حقيقة لقد أخجلونا باحترامهم والاستقبالهم وحفاوة كرامهم ونتمنى أن نرجع بعن عمان إن شاء الله تعالى والمنتخب بشكل عام من الجمهوري اليمني بشكل عام يعني ليس محسورا على محافظة واحدة من أبناء عدن من أبناء حضر موت من أبناء إب من أبناء فعز من أبناء صنعاء من جميع محافظات الجمهوري وهذا فخر الجمهوري اليمني رئيس بعثة المنتخب عبدالوهاب الزرقة عربا عن خالص الشكر والتقدير للسلطة المحلية وأبناء حضر موت كافة لما قدموه من تسهيلات وتجهيز للمنتخب وتوفير سبل إنجاح المعسكر الإعدادي مؤكدا استشعار البعت لحجم المسؤولية والمهمة الوطنية متمين تقديم مستوى يشرف كرة القدم اليمنية ويعكس تطلعات أبناء الوطن بعثة منتخبنا الوطني للناشئين ستغادر المكلة للمنافسة في بطولة غرب آسيا العاشرة لكرة القدم بولاية صلالة بسلطنة عمان خلال الفترة من الحادي عشر وحتى العشرون من ديسمبر الجاري من العام الفين وثلاثة وعشرون وإلعب منتخبنا ضمن المجموعة الأولى والتطلع إلى جانبه لبنان والعراق وسلطنة عمان بحث وزير الصحة العامة وسكان الدكتور قاسم بحيبه مع شركاء القطاع الصحي دعم المرافق الصحية في اليمن بالطاقة الشمسية والتجهيزات المناسبة للبيئة ومواجهة أثار المناخ على الصحة واستعرض وزير الصحة على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة دبي الامراتية التدخلات الهامة لمكتب الأمم المتحدة للمشاريع المدعومة من البنك الدولي وإمكانية تزويد مرافق الرعاية الصحية الأولية ومخازن وثلاجات اللقاحات بالطاقة الشمسية باعتبارها إحدى الحلول لمشاكل الكهرباء المسمنة مشددا على ضرورة توجيه التدخلات لتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي والإصحاح البي كما أكد الوزير بحيبة على أهمية اعتماد التصاميم والتجهيزات المواكبة للحفاظ على البيئة والمناخ عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري بمدينة سيئون اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الأولى وقادة الألوية والوحدات والشوعب التابعة له وخلال الاجتماع شاد الوزير الداعري بالجاهزية والانطباط العالي والانسجام في أداء الواجب وتنفيذ المهام بين وحدات المنطقة العسكرية الأولى لفرض الأمن والاستقرار مشددا على بذل المزيد من الجهود لمكافحة التهريبة الذي تنشط فيها ميليشيات الحوث الإرهابية وفي سياق آخر عقد وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اجتماعا باللجنة الأمنية في مديريات وادي وصحراء حضر موت بحضور وكلا المحافظة سالم بن شرمان مشيدا بالاستقرار الأمنية الذي تشهده حضر موت كما شدد على مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات ومتابعة وضبط المهربين كونهم يشكلون الخطر المحدق بالشباب والمستقبل استعرض اجتماع عقد في العاصمة عدم برياست وزير الأشغال العامة والطرق المهند السالم الحريزي وضم قطاع الاسكان بالوزارة عدد من القضايا ذات الصلة بمشاريع الاسكان لذوي الدخل المحدود وتطرق الاجتماع إلى نتاج لقاء الحريزي ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس بشان إخراج المقتحبين لمباني مشاريع الاسكان الخاصة بذوي الدخل المحدود والجهود المشتركة بين وزارة الأشغال ومحافظة عدن من أجل عدد توصال الوزارة وقافت مؤسساتها للإسهم في أدى مهامها ومسؤولياتها ووجه الوزير الحريزي بتشكيل لجنة للطلاع على أوضاع مشروع ذوي الدخل المحدود وإشكاليات التوريد المالي للقصات المالية المترتبة على المستفيدين من المشروع بمحافظة حضرمود وتقييم وضع مشروع إسكاندوي الدخل المحدود في العاصمة عدن كرم وزير التربية والتعليم طرق العكبري بمدينة المكلة عدد من العاملين في فرع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بحضرمود تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية وفي الحفل ثمن الوزير العكبري الجهود التي بذلها كافة العاملين في فرع المؤسسة بحضرمود خلال الفترة الماضية منشددا على العمل بروح الفريق الواحد والرفع وتيرت العمل بما يسن في زيادة الانتاج من الكتاب المدرسي وتطوير عجلة التنمية بالمؤسسة خلال المدة القادمة من جانبه أكدت دكتور فارس السقاف المدير العام التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بالجمهورية أن هذا التكريم يأتي بمناسبة الذكرى السادس والخمسون لعيد الاستقلال بالتنسيق مع اللجنة النقابية لتكريم عدد من العاملين المبرزين رأس وزير الدولة محافظة العاصمة عدن أحمد الأمنس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة وناقش اجتماع الحسابات الختامية للعام البالي 2022 بالإضافة إلى مناقشة التقرير المالي للفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي وتطرق الحاضرون في سياق الاجتماع إلى عدد من القضايا الأخرى والمؤوقات التي واجهها الصندوق العاصمة عدد واتقاذ المعالجات اللازمة بشانية وقر الاجتماع البد في عدد من المناقصات وأما مناقصة شركة حماية أمنية للمتنفسات والأماكن العامة وتوريد معدات والية إدارة التشجير في قطاع غيارة بالإضافة إلى توريد مولد كهربائي ترأس علي الكثيري القائم بأعمار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية اجتماعا للجنة جائزة اللواء القائد عدروس الزبيدي للبحوث العلمية في دورتها الأولى في مستهلية الاجتماع رحب الكثيري بلجنة الجائزة مؤكدا على أن القائد عدروس الزبيدي يولي الجائزة اهتماما خاصا كونها تهتم برقع عدرات التعليم والإبداع والابتكار لدى الطلاب وتسهم في تطوير مجالات العلوم المختلفة منشيدا بجهود وسير علم لجنة الجائزة المنظمة والمنسق كل النواحي في جميع مراحلية والمعايير الدولية التي وضعتها في شروط البحوث العلمية كما لفت الكثيري لأن المجلس الانتقالي أسعى للنهوض بمستوى الجائزة وأبحاث العلمية لتكون حدثا علميا الوطني كبيرا وكذا مساعدة اللجنة في التغلب على كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تعطرت عملها في المرحلة القادمة ناقش محافظ حضراموت مبخوت بماضي بالمكلة مع عضاء لجنة المناظلين وضعهم واحتياجاتهم وذوي الشهداء منهما وأكد عضاء اللجنة مساندتهم لسلطة المحلية في قرارها القاضي بوغف توريد الإرادات للبنك المركزية وتسخيرها لمصلحة المواطن وثمن المحافظة ضحيات مناظلية الثورة وكل من سقط واقفا من أجل تراب حضراموت والوطنة مؤكدا تقدير السلطة المحلية للمناظلين والاهتمام بأسرهم وذويهما ومترحما على شهداء الثورة الذين روى الدمائهما تراب أرضنا من أجل الكرامة والحرية والاستقلال التقى محافظ حضراموت مبخوت بماضي بالمكلة عدد من مقادمة واعيان قبيلة نهد برياسة الحكم صالح بن علي بن ثابت حكم قبيلة نهد وأكد الحكم صالح بن ثابت تأييد قبيلة نهد ومساندتها لقرار المكتب التنفيذي بحضراموت بشأن وقف توريد إرادات المحافظة للبنك المركزية وتسخيرها لتوفير الخدمات الأساسية لابناء حضراموت وأعلن وفد قبيلة نهد وغوفهم ومساندتهم لجهود محافظة حضراموت في توفير الخدمات للمواطنين وتوحيد الكلمة ولما الشمل والاهتمام بجميع مدريات المحافظة مطالبين الحكومة بإفابة التزاماتها تجاه المواطنين ورد الوفاء لحضراموت التي حافظت على المؤسسات وظلت تمثل روح الدولة وأرض السلامة واستوعبت الجميع ودعمت ميزانية الدولة لأكثر من 30 عام التقى محافظة حضراموت مبخوط بن ماضي بالمكلة ومدير عام مديرية حريضة قاسم سالمين الحكم الجعيدي ودع المحافظة المديرة العام الجديد للمديرية إلى الاقترام من المواطنين وتلمس احتياجاتهما ومتابعة احتياجات المديرية الضرورية والاهتمام بتنميتها متمنيا له التوفيق في مهامه وأعرب مدير عام مديرية حريضة عن شكره لثقة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة مؤكدا العمل لتنفيذ توجهات المحافظ وخدمة ابناء المديرية دشنا واكي حضراموت حسن الجيلاني لامتحانة النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بمراكز محلومية بمديرية مدينة المكلة وتبلغ عدد المراكز 49 مركزا تحتوي على 71.5 دراسي بمختلف مستويات التعليم الأساسي أول وثانية برحلة المتابعة وأشاد الوكيل الجيلاني والمرافقين له بمسطوى التنظيم والإعداد والترتيبات مجيرا إلى أمية مراكز محو الأمية في الإسهاب والدور الكبير الذي يلعبه مكتم محو الأمية نحو القضاء على الأمية بين أفراد المجتمع اطلع مدير عام دارة المشاريع بديوان محافظة حضراموت المهندس أبو بثر باجابر على بداية العمل بمشروع خورة المكلة المرحلة الثانية وفي مستهل الزيارة نقل مدير عام دارة المشاريع بديوان محافظة حضراموت باجابر الاهتمام بالمشروع من قبل السلطة المحلية الممثلة بالمحافظة الماضي لما له من أهمية في إحداث نقلة تنموية وسياقية في حضراموت ومن شأنه أن ينسف إبراز مدينة المكلة واعتماد مسارات جديدة للطرقات والتخفيف من الازدحام وعقب الزيارة عقيد اجتماع لمنغجة الجدول الزملي للمشروع والية العمل تليه تنفيذه إضافة إلى شرح مفصل من قبل الاستشار المختص للمشروع عن مراحل المشروع من بدايته حتى الانتهاء من تفقد المدير العام لمديرية مدينة المكلة العام دروكن عبدالله باعشوط وضح حيبا سويد وسط مدينة المكلة كان ذلك خلال الزيارة قم بها إلى الحي اطلع خلالها على احتياجات الحي مستمعا من رئيس الحي سعيد الموسطي وأعضاء اللجان المجتمعية بالحي لأبرز المشاكل الخدمية التي يعاني منها الحي والتي تبلورت في إشكال الصرف الصحي والكهرباء والنظافة بالإضافة إلى افتغار الحي لمشاريع تحسين للشوارع الضاخلية وغيرها مؤكدا أن السلطة المحلية بالمديرية ستعمل على وضع المعالجات المناسبة لما تم طرحه من قصور في الخدمات آنفة الذكرة مجيرا إلى أنه سيتم التواصل مع المعنيين في الجهات الحكومية المختصة للعمل على حال حالة تلك المشاكل الخدمية ورفع المعاناة للمواطنين ترأس الأستاذ أمين بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت اجتماعا للجنة الإشرافية الفرعية للاختبارات بساحل حضرموت وكرس الاجتماع للطلاع على استعدادات المكتب المبكرة لاختبارات شهادة الثروية العامة وثم المدير بعباد لجهود التي بذلتها مكويرات العمل التربوي والتعليمي بساحل حضرموت في إنجاح فعاليات اختبارات شهادة الثروية العامة مشيرا لأن ذلك النجاح قد عزز من مكانة حضرموت بين محافظات الوطن قاطمة من خلال حصول عدد من أبنائها على مراكز متقدمة في تلك الاختبارات بدوره عبر نايب المدير علوي الحامل عن فخره بما حققه أبناء المحافظة باختبارات شهادة الثانوية العامة داعيا إياه إلى الاستمرار بنفس الواتيرة لحصة المزيد من النجاحات مستقبلا أقرة اللجنة التحضيرية لندوة كهرباء حضرموت المعوقات والحلول والأفاق المستقبلية التي ينظمها مؤتمر حضرموت الجامع السادس من ديسمبر الجاري موعدا للعقادة الندوة في مدينة المكلة واستعرضت اللجنة في اجتماعها برياس تلمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز السيغة تقارير حول مستوى الترتيبات وتجهيزات المنفذة فيما أوضح رئيس اللجنة الفنية المهندس عبدالله حمران بأن الندوة ستتناول عشر أوراق علمية تتضمن تطوير قطاع الكهرباء وتنوع مصادر التقو البدائل المغترحة لاستخدام لإنتاج الكهرباء وعرض تجارب الشركات المساهمة في التوليد والشبكة وغيرها وأكد المجتمعون أهمية تضافر جهود الجميع والعمل على إنجاح الندوة باعتبارها حدث نوعي يتيح المجال لتدارسة وضع الكهرباء والفرصة المتاحة اقتصاديا وبما يسهم في تحقيق النهوض بهذا الغطاع الخضمي نظم ملتقى الأمل للمتطوعات التابعة لمؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية بمدينة المكلة ملتقى الأمل التطوع الأول بمشاركة 33 فريق تطوع من محافظة حضرموت وابيانا وخلال تشهيل الملتقى أكدت رئيسة مجلس منا موسطة الأمل الدكتورة أبهاب عوضانة أمية التطوع موامكبته التطورات للارتقابه والتنظيم الاستراتيجي الفرق التطوعية شاكرة دور الفرق التطوعية في مساندته المؤسسة معطينا الثان شرحا وافيا عن استمرار التطوع واهدافه هذا وتخلل الملتقى دورة تدريبية حول العمل التطوعية وبلغ عدد المتطوعين المشاركين في الملتقى من محافظة حضرموت ومدريات المكلة والشحر وبروميفا والحامي دوعا ومحافظة أبيانا حوالي 66 عضو من 33 فريق تطوعي حيث مثل عن كل فريق مشاركان اثنين وفي هذا الخبر البارز اعتنقت سيدة عمال الصينية تدعى جيجان جينة تدى الإسلام على يد العلامة الشيخ ياسر بن محمد بعبادة خطيب الجامعة الكبير بالشهر وأشارت السيدة الصينية أنها تأثرت بشكل عميق بتعاليم الإسلام ووجدت فيه معاني السلام والقوة الإيمانية الصادقة التي هزت مشاعرها من الثبات والإيمان بالله مضيفة أنها تشعر بسعادة ورحة نفسية كبيرة معربة عن شكرها للدعين لها للإسلام وعن امتنانها للعلامة بعباد على توجيهه لها وتلقينها للشهادتين جرى في كل ثلاثة بجامعة حضرموت مراسم حفل الشهر موقع السيدة نيوز بحضور المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد باضروس وعدد من الأكاديمين برسم الصحافة والإعلام وفيها تدشين هنال المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية القائمين على موقع السيدة بمناسبة إشهار الموقع مشيرا إلى أن الإعلام هو رسالة سامية يسهم في نقل الحقيق بموضوعية وإحداث التغيير من خلال تشكيل الرأي العام حثا على أهمية مواقبة التطور التكنولوجي لجعل الموقع مميزا ذا مستوى رفي عواز المواقع العربية والدولية في نشر الأخبار وكشف الحقيق من جانبه أوضح رئيس حرير موقع السيدة نيوزة زايد بارشيدة أن الموقع انطلق من عاصمة حضرموت المكلة ويسعى لمعالجة الغضايا المحلية ونقلها للجهد ذات العلاقة بصورة مهنية وموضوعية مؤكدا أن الموقع يضم نخبة من الصحفي والإعلاميين المتميزين في الجانب الصحفي والمهني استفاد أكثر من ألف مريض من حملة المعاينة والعلاج المجانية لمرضى القلب بمحافظة شبوة والتي نفذتها مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بالمكلة تحت الشعار لننساهما في استمرار نبض قلوبهم وأكد مدير المستشفى ناصر بن مسلمة استفادة ألف وثلاثة مرضى من الحملة العلاجية المجانية مشيدا بنجاح الحملة والتي نظمتها المؤسسة والمركز للمرأة الثانية بالمستشفى لافتا بأهميتها لمرضى القلب وبالذات ذوي الدخل المحدود المعسرين وكدا عجزهم عن الحصول عليها نظرا لكلفة المالية الباهضة وزع اتلاف الخير للغاثة الإنسانية مساعدات يوائية للمتضررين من عصار تيج بمحافظة المهرب التنسيق مع كاليستراليو واستفاد من المساعدات 271 أسرى متضررة في مدرية الغيظة وخلال التوزيع شكر الأمين العام بمحافظة المهر سالم ليمر اتلاف الخير للغاثة على الدعم الذي يقدمه للمتضررين من عصار تيج الذي ضرب المحافظة في اكتوبر الماضي في مدرية الغيظة وحسوين من جهة أشار المدير عام الشون الاجتماعية والعمل فهي السهد لأن المواد الهوائية ستخف من معاناة المتضررين موضحا أن مكتب الشون الاجتماعية والعمل سيقدم على كافة التسهيلات اللازمة التي تسهم في إنجاح هذه المشاريع أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بوقوع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياز الاختارة في قليج عدن قبالة سوحل اليمن والصومال وجاء في بيان صدر عنه أن مركز الزلزال كان يقع على بعد 109.50 كم شمال الغربي في مدينة لوكسورايا في الصومال وعلى بعد 258.50 كم شرقي مدينة عدن ووقع الزلزال على عمق 10 كم ولا توجد هناك حتى لا ينبى عن وقوع يضرر جراء الزلزال وإلى فلسطين حيث استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بن سكني جنوب حي الشيخ رضوان في غزة ليرتفع عدد الشهداء إلى 15.899 شهيد في حين بلغ عدد المصابين نحو 42.000 فقد استهدف قصف إسرائيلي في وقت لاحق منزلا في مخيم خانيونس جنوب قطاع الغزة ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرعة وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصف ليلي عنيفة وأحزم نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخانيونس مناشدات لإنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى مشاهدين الكرام لكم تذكير بأبرز مجافي النشرة من أنباء قبل موادرتها إلى سلطنة عمان الرئيس العليمي يطلع على استعدادات بعثة منطخب الناشين المقيمة في حضر موجة وزير الدفاع يعقد اجتماعاً موسعاً بقيادة المنطقة العسكرية الأولى واللجنة الأمنية بوادي والصحراء حضر موجة الكثير يترأس اجتماعاً للجنة جائزة اللواء الجبيد للبحث العلمية محافظة حضر موت يؤكد الاهتمام بمناظل الثورة والشهداء ورعاية سريهم وذويهم ويلتقي المدير العام الجديد لمديرية فريضة اقرار موعد ندوة كهرباء حضر موت المعويقات والحلول والآفاق المستشفى مشاهدين الكرام وصلى وإياكم لاختام نشرتنا من قناة عادة شكراً لطيب المتابعة ولمزيد من التفاصيل كابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة